طب انت خدت بالك كده برضو من يعني الدربات بقى الركلات الترجحية والبلنتيات اللي احنا ستناها انا بحب دربات الجزاء وبنت عندها ست سنين لأول ماتشو عمالة تقول يا رب يلعبوا دربات الجزاء يا ستة عايزين نكسب مخلطة طولي بحب دربات الجزاء طب انت يعني ناس كتير او يعني تم التعليق بانه صلاح هنتكلم على ابو جابل لوحد وده لي مكلمة يعني كلام لوحد بس يعني الصد اللي حصل ليه دربات ومين اللي حيلعب ومين اللي حيلعب الدربة دي يعني كان بيقال ان صلاح كان ككابتن يعني واقف هو لي كان لي رأي كبير في مين اللي حيبدأ يعني انا في حتة دربات الجزاء عندي رأي كده مش مقصود بي حاجة والله بس كان اكون يعني سبحان الله الشنوي لما اتصاب قلت دي يعني علامة من ربنا ان ان شاء الله هنكسب بدربات الجزاء ستة انا قلت نفس العلامة قلت انا هنكسب بدربات الجزاء ليه كان زمان بيحصل حركة تبديل كده ايام الزمالك زمان ايه كابتن حسين السيد يخرج ينزل نادر السيد يصد دربات الجزاء وابو جبل فعلا في دربات الجزاء مميز نوعا ما مميز يعني لنا سوابق معاه في فريق الزمالك بيكسب في دربات الجزاء قوي عنده سنس فلما لقيت الشنوي تصاب اترعبت انا قلت يا الهربية طب والنص ساعة اللي جاي هيحصل ايه ده الشنوي جوه الملعب وموده عالي وتركيزه عالي طبعا وكنا خايفين وبو جبل هينزل من العدم يعني بس ايه رأيك في الصورة دي اديني تعليق عظم انا شفتم هما الاتنين بيكلموا بعد المشكة فرحان جدا وفعلا بدأت انسى فكرة مين اهلي ومين زمالك فعلا ما بقيتش حاسر دول ولاد مصر ولاد مصر بجدد الصورة بتقول منتخب دي صورة بتقول احنا المنتخب يعني الحقيقة مين اهلي ومين زمالك لا لا فعلا ما حسناش بقالي وزمالك وهم الاتنين اتلغت يعني كل اللي عايبا ما رايح اتلغت الحواجز احنا مصريين عايزين مصر تكسر دي كانت احلى حاجة مبارح بالزبط